أنواع المحولات أو استعمالات المحولات في الاستعمال الأساسي يعني هاي الاستعمال الرئيسي اللي احنا رح نركز عليه هو القاور القاور يعني أعمال من رب للقاور القاور ترانسميشن ديستربيوشن لكن في كمان تلات تطليقات أخرى في حد بتتعرف شوين ليش باستخدم الترانسفورمان ايسوليشن ايسوليشن ممكن يعني هو بس بدي أوضع من هيك حتى أعمل سامتلين للبولتج سوف يعني عندي بولتج معين في المكان معين وما بدي ايضا مباشرة بدي أقيس فمنعمل هوا نحنا نسميها بولتج سامتلين إذا بدي عيس البولتج أخذ نسخة من البولتج وأقرأها وكبان استعمال كثير في الباور اندستري اللي هو بالقرن سامت يعني بدي عيس كرن كمان بستعمل ايش اسمه ترانسفورمان هادون ايش موضوع اللي هو راح ناخنهم أو عندي هون زي ما راح نشوف المحول يسمح لي اني ازا بي مقاومة معينة اغير القيمة تبعيتها او اشوفها بالقيمة مختلفة تزميها راح نحكي عنها شوية ما بعد بس التطبيق الرئيس اللي احنا بهمنا هون هو في نوعين من المحولات او شكلين المحولات بس التطبيق الرئيس اللي هو كورفور وفشيال كورفور هذا كورفور مش شائع كثير وش هذا الشكل الشائع كثير منه هو الشيلطاج اللي شاهدنا ليجابه رنج رجمه جيبت محول إذا تذكر المحولة ليجابه رنج مش باكيننا كندقية هذا الشكل وهذا هو جزء الرئيس اللي رح يركز عليه و رح ينحط الكويلين فهو رح ينحط اللي بريماري عادة اللي بريماري مون او اللي بريماري مون هون وحواليها هذا الشكل هذا نسميه شرف طيب وين الماغنتيك سيرك كيف عتصير الماغنتيك سيرك اللي هون بنرجع نفس الطريقة اللي كنا نحكي عنها اللي هادا موجود هون فهو يسير هاي فى دائرة مراتسية هون ودائرة مراتسية فى مصفور هذول التنتيك أنهم منقرد بتعرفوا يجب الحسابات هون لو جارع جوات زيك مثلا كيف ممكن تعمل حساباتي؟ ايش يكفي؟ هاي صار الدائرة مراتيسية مزبوط بس مش زي الدائرة المراتيسية اللي احنا درسناها اللي كلنا نعملها كانت عبارة مستطيف بس مشين؟ وعارف انا هلا فننطلع قول وين الMF عندي رأي تكون؟ هاي لما ما فمشين؟ ضحظوا البرايوم والسيكنتري جنبا عشان فيه شي ما نسمينه ما يكون فيه فلاكس يعني كل اللي فلاكس اللي بطلع من البرايوم يكون ماسك على السيكنتري ما كنش فيه فلاكس ميكيج ما بينه دير الميزة التانية إذا هاي كانت اللو فلتج ويندين وهاي اللو فلتج ويندين بقدر أعزل أسهل عليك أن أعزل اللو فلتج العلي هون نعزل عن هذا الكور الموجود هون إذا هذا الأكتر أشكال تراسفومات استعبلا راح طمع هون فيه الانتصار مجنسيك سيركيط هون وعندما مجنسيك سيركيط لو فولتج ويندين وهي فولتج ويندين بشكل أساسي اختلفت عن اختلف هذا الترتيب عن التركيب اللي احنا نخطينا نترسمه بالأول لما كلنا نعمل شو الاختلاف الاساسي بادي هون وبادي هون هاختب كل هون كيف اربع بعض التنين ببرايبر والسكندرات هاختبوا كتير على بعض ففي رايصير فيه لنكيج بادي هون تحصل من الحالة ها لذا في بعض اللي هون مش كله بيمشي في هاي الدائرة ميه منه؟ بطلع بساق خارج اللي ها شو جزء طريق؟ هذا نسميه لكن انا لو بحط الكوينين فوق بعض تماماً بخفف من كمية الليكيج بتأكد انه معظم لي فلاكس ومعظم الماكينتيك فلاكس ليكيج بمر من ماشي واضحان تكره هاي نتذكرين هون الماكينتيك فلاكس هون كنا نعمل الماكينتيك سيركت بهذا الشكل هون صار بيدي دو قارس للماغنتيك سيركت واحد المون وواحد هون بس التنين كانوا بالparallel إذا بنا نحل هاي المسألة نحل نهتر كأنه هاد الجزء وهو يمparallel مع هاد الجزء شو بعض بالرزيسترز في الالكتريكالي سيركت؟ بالparallel resistance في الالكتريكالي سيركت؟ شو بنا نفيرون؟ قد مشو بالparallel إذا شو بعض بالparallel reluctance بالماغنتيك سيركت؟ نفسي كما بات مشو بالها بذكرين بالparallel resistors لو عندي R1 وR2 وكان عندي R1 يمparallel مع R2 بهذا الشكل وهذا R1 وهذا R2 إيش الـ R-equivalent تبعيتم؟ سير R-equivalent سير R-equivalent سير 1 على سير 1 على R1 زائل 1 على R2 لأنه بالparallel مشو بالسيريز لو انه بالسيريز كان جمعتم نفس الشيء بعمل على الـ R2 علشان أحسنه مالكادي بسير ماشي فيه أسلاح دول واضحة هاي نقطة إذن الـ shell type هو أكثر مستفنة مستفنة طبعا هذا single phase مش three phase ماشي ماشي الـ core 4 لا الـ shell 5 الـ core 4 مش مستعمل كثير بسيما هل رئيس هو الـ shell 5 اللي موجود هون نحن نلاقي الـ core مدموجين بشكلها ممكن تلعين في بعض حالات واحد الـ core 4 وواحد الـ core 4 بس عاكم بالماجر بش يكون الـ core الـ core الداخلي هذا الداخلي واناك الخارجي طبعا نعم هاي بالنسبة لعجاب هاي الـ core طبعا هذا الـ بس رسمته عشان أقارلكم اللي كنا احنا نحسنه بالأول طبعا اشنا هذا طبعا مالوش اسم زيزة يمكن مشبه هذا لحديما بس هاده معقدد اكتر جزء بالـ core نتطره جزء وور جزء منطره 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 بس هالو المورن أقرب تينا البعض في الشيدب إذن الشرطاة في الكور فورب، هذا مش الشرطاة، أنا أتكبرت، بس وصنف عشان أعذار لكم في إيشي صار أو فيك صار هذا الشرطاة فالليكيش ما بين الطايم والسهم بالأقل، وأسهل أن أعدل الـ high voltage عن كورف في أسئلة على هاي؟